موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعناوين تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة وارتفاع في عدد الإصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وفي غنوش بيقابس تحسن الوضع الوبائي الأسرة النقبية تشيع ظهر اليوم جثمان الراحة للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إلى مثوه الأخير بمقبرة الجلاز بالعاصمة وإقرار وجرات جديدة في جندوبة بعد تخطي 70 حالة وفاة وفي قفصة تكتيف للدوريات الأمنية لمتابعة مدى احترام الإجراءات المتخبة نبدأ النشرة بآخر تطورة الوضع الوبائي على المستوى الوطني حيث يتواصل نسق انتشار فيروس كورونا في تونس سريعا كما تزايدت أعداد الوفيات جرأة بعد تجيل أكثر من 60 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كما سجلت وزارة الصحة أمس 1784 حالة إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية للإصابات وسجلت اليوم أرقام جديدة للإصابات سيما بولايات نابل والكاف وبنعروس وزغوان واسفاقس ومدنين وتوزر والقصرين فيما احتلت معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في عدد الإصابات حيث بلغ العدد 534 حالة إصابة ومع ارتفاع عدد الإصابات ارتفعت عدد الوفيات إلى 1317 حالة لتتطور بذلك نسبة الوفيات لكل 100 ألف ساكن إلى 11.1% فيما أعلن أيضا عن تجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس بالمؤسسات التربوية ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع سنة الدراسية إلى 1841 إصابة ومقابل أرقام الوفيات والإصابات تم تجيل أكثر من 100 حالة شفاء بولايات منوبة والمهدية واسفاقس هذا وأصدر ولي جندوب علي المرموري إثر اجتماعا استثنائيا عقد اليوم قرارا تضمن جملة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا والتوقي من مخاطره خاصة بعد أن تخط عدد المصابين بلجها الألف وعدد الوفيات 70 حالة وتضمن القرار حضر الجولان من الاثنين إلى الجمعة وذلك بداية من الساعة الثامنة ليلا إلى حدود الساعة الخامسة صباحا ويومي السبت والأحد من الساعة السابع مساء إلى الساعة الخامسة منع التنقل بين ولاية جندوبة وبقية الولايات الأخرى مستثنيا المضطرين للعمل في مختلف القطاعات والحالات الاستثنائية غلق جميع المقاهي والمطاعم والحنات بداية من الساعة الرابعة مساء إضافة إلى مواصلة غلق الحمامات والقاعات الرياضية والقاعات العمومية والخاصة ومواصلة تعليق ارتياد دور العبادة وذلك إلى غاية الخامس عشر من نوفمبر القادم مع إعادة فتح الأسواق الأسبوعية باستثناء سوق الدواب ودعوة مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في تعقيم المؤسسات ومعضدة مجهودات هياكل الدولة في مقاومة هذا الوباء والحد من توسع دائرته وفي تفعيل للقرارات المتخذة تكثف الدوريات الأمنية في ولاية جفصة من تواجدها لفرض النظام والتثبت من الترخيص المسندة للتنقلات الاستثنائية في هذه الفترة آخر التوصيات والتوزيع المهام وأماكن التموقع الخاصة بالدوريات يقدمها مدير إقليم الأمن الوطني بجفصة في أولى أيام حظر الجولان على الأشخاص والعربات بكامل معتمديات الولاية التي انطلقت مساهم سن الجمعة وستتواصل إلى غاية الخمس عشر من نوفمبر القادم انطلقنا من الصباح في حملات على لبس الكمامة لأربعة تلعشية كانت انطلقت كيف كيف الحملة للمقاهي والمطاعم التي يجبها تسكر ثم جملة من الإزرائيات التي هي من المخالفات موجودة تم اليوم الانطلاق بها وهذا دورنا في شخو موبيل دوريات أمنية مكثفة جابت شوارع المدينة وأنهجها رئيسية وأخرى تمركزت بمداخل مدينة غفصة للتثبت من ترخيص المسندة ومنع التنقل بين الولايات باستثناء الحالة الطارئة وأصحاب الأعمال الليلية وعمليات التزويد والتزود تعليمات امتثل لها المواطن عن طواعية انطلقنا ثمانيا تعليل تطبيق حذر الجولان بالنسبة لنحن مناسب حكين للحالات الاستعجالية أو الشركات والناس اللي قاعدة تخدم وعندها حق بيش تخدم باقي كل بالنسبة للفئة الشبابية أو الناس اللي قاعدة تدور ما عندها حتى غاية وحتى خدمة أظهما توبدين في حملة توعوية نتعى أربعة دراج أربعة ساعة وبعض سنطلقوا في سحب البطاقات الرمادية وتطبيق القانون على المخالفين هناك غلق كامل لمناسب ولاية قفصة باش نثبتم الغرباء اللي جئين للقفصة وحتى اللي من الهالي اللي هنا كان ما عندوش معناها حاجة ضرورية ولاعب باش نطبقوا عليه القانون تطبيق القانون ما ثماش هذه بلادنا وهذه صحتنا ما عندناش بلاد أخر وما عندناش وطن آخر يزم ننفذ القانون وفي تحيين للوضع الوبائي بالجيهة فقد سجلت الإدارة الجهوية للصحة بقفصة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ثمان وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك معدل الإصابات إلى سبعمائة واثنى عشر حالة حاملة للفيروس منذ مارس الماضي وبتظافر جهود المجتمع المدني والصلة المحلية لتعقيم المؤسسات التربوية بنابل تعمل المندوبية الجهوية للتربية على مزيد تدعيم هذا المجهود وتوفير مستلزمات وقائية لهذه المؤسسات ستبدأ في توزيعها الأسبوع المقبل انطلق عدد من المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بجيهة نابل في عمليات التعقيم وبدت المساعي حثيثة لتوفير كل التجهيزات والمستلزمات اللوجستية التي تضمن تطبيق البروتوكول الصحي داخلها بكل جزئياته نحن ديما على استعداد في تطبيق البروتوكول الصحي اللي صادر على وزارة الصحة يوميا طبقوا فيه وخاصة لنا توم عن تهزد أكدنا توافير غلس باس دونك صبح وعشية نحن نرجع المعاقم بطريقة يصلوا لها الصغار بكل سهولة منعنا الأولياء من دخول المدرسة قيس الحرارة خلال العطلة الاستثنائية أو تمديد عطلة نصف الثلاثي الأول عملنا برنامج مع بلدية نابل ومع المجتمع المدني لتعقيم كافة الفضاءات بشكل معناها كامل إضافة إلى مجهودات المجتمع المدني وتدخلات الصلة المحلية كالبلديات في دعم المؤسسات بأدوات التعقيم جهزت المندوبية الجهوية للتربية بنابل مستلزمات ومعدات إضافية سيتم توزيعها الأسبوع المقبل على كل المدارس الإبدتائية بالجهة رسينا على أنه يتم احترام البروتوكول الصحي في جميع المؤسسات التربوية نعم 275 مؤسسة تربوية ابتدائية 275 آلة رش وفرنا 22 ألف قطعة صبون كدفع أولى هذه دفع الثانية والتي إن شاء الله في غضون الأسبوع القادم يتم توفيرها معناتها ليس نوفره جيل معقم وفي ظل النسق التصعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسرعة انتشاره ستزداد مخاوف الأولياء والأسادذة والتلاميذ من استئناف العودة المدرسية بعد هذه العطلة الاستثنائية سيما إذا لم يطبق البروتوكول الصحي كما يجب وبعد تحسن الوضع الوبائي بمدينة غنوش من ولاية جابس فتحت المدينة من جديد بعد أسابيع من إغلاقها وقد بدأت تشهد نسقا شبه طبيعي للحياة اليومية بدأ الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمعتمدية غنوش يتجه تدريجيا نحو الانفراج بعد أن سجلت هذه المنطقة عددا كبيرا من الإصابات بهذا الفيروس وبعد الوبائي في غنوش تحسن في الآوينة الأخيرة وكذلك الحمد لله الإصابات التي صارت في غنوش لا يوجد حالات خطيرة أو حالات تستوجب الإيواء بالمستشفى الحياة بدأت تعود شيئا فشيئا إلى طبيعتها بغنوش وتم فتح هذه المدينة بعد أن تم غلقها لبعض الأسابيع غلق بفعلا الغلق المدينة تتناحى وفتحة المدينة رجعت المقاهي والمطاعم بنسبة 30% حتى الساعة الرابعة معناها مساء نتمنى ونرجو أن الحياة تعود لطبيعتها الصلة المحلية بغنوش وسكان هذه المعتمدية طالبوا بمواصلة تقصي فيروس كورونا وبتكثيف التحاليل التي يتم إجراؤها للغرض لابد تكثيف من التحاليل لأن التحاليل هي التي تمكنك أن الوضع تحسن أو لا تحسن وصلت تقصي المرض وإجراء التحاليل بغنوش خاصة بعد العطب الذي صار في آلة الفي سي اير معناها نأكده على ضرورة إصلاح العطب هذا حالة الإصابة التي سجلتها غنوش بفيروس كورونا تمثلت بسرعة للشفاء ولم تتعكر وضعيتها الصحية شيعت الأسرة النقبية ظهر اليوم جثمان الراحل الأمين العام المساعد للانتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي إلى مثوه الأخيرة بمقبرة الجلاز بالعاصمة وقد انطلقت جنازة الفقيد التي حضرها نشطاء سياسيون ومثقفون من ساحة محمد علي لمقبرة الجلاز عبر شرع الحبيب بورغيبة وحضر موكب التأبين كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي وعداد من أعظام مجلس نواب الشعب والمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وإطاراتها في الجهات وعداد من الشخصيات السياسية في تونس قبل أن يوارى جثمنه طاهر الثرى بمقبرة الجلاز بالعاصمة ظهر اليوم انطلقت جنازة فقيد الأسرة النقبية والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بو علي المباركي الذي وفته المنية أمس انطلقت من ساحة محمد علي بالعاصمة أين ألقى عليه رفاقه من نقابين ونشطاء السياسيين نظرة الوداع الأخيرة وقد جابت جنازة الفقيد شارع الحبيب بورغيبة وسط حضور كبير من الشخصيات النقبية والسياسية وقال الأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين التابوبي خلال تأبيل المباركي إن الأسرة النقبية فقدت شخصية فذة لها إشعوها الوطني والقومي اليوم نفقد رجل ممكن أن الكريمات لا تفي حقه عرف بتلقائيته عرف بمحبته للناس عرفه بالقلب الكبير عرفه بالتواضع وهي من شيئم معناها الكبار وكذلك من شيئم الأخلاقيات انتعوا أنه دائما سواء كان ملفات اجتماعية سواء كان في المناطق اللي هي كلها منع تواطرات اجتماعية كانت له ترابط ومناوة تواصل ومصدقية نظرا أني تواصل مع كل المكونات ما هوش عدائي كي من الناس اليوم اللي هي بلنا ربي سبحانه وتعالى بابتلاء اليوم في تونس واللي قاعد يظهر من يوم لآخر أكثر في الناس لرحمة للمريض ولا للباس ولا الميت بابا تونس كي منه تعرفه أفعاله سبقته لعبت كل تعرفه تعرف الخير وتعرفه شنوه يعمل شتعرفش كيف يستقبل لعبات تعرفه بيروه محلول دار ومحلوله ما يتعبش ما يفرقش بإلا وزير لخدام عادي أكا هو ربي يرحم مشارك وقد أجمع من شاركوا في مراسم التأبين من رفاقه ومن قيادات نقبية وسياسية على دماثة أخلاق الفقيد وقدرتها للجمع بين المختلفين تيلة مسيرته النقبية بو علي المباركي من فئة الرجالات الكبار في هذه الربوع وهو يتجاوز بعطائه وبإيمانه وبأحلامه وبإنحيازاته الدور الذي كان يتحمله منذ عشرات السنين في هذه المنظمة العتيدة بغيابه سوف يجعل من منظمتنا تستلهم من روادها المؤسسون ومن بو علي المباركي ومن رفاق بو علي المباركي الذين غادروا قبله هذه القيم وهذا العطار طبعا نواسي بو علي المباركي رحمة الله عليه من النقبيين اللي يمنوا بالحوار بالاعتدال أعطاء بعض آخر العمل النقابي صراحة كان عنده دور في مجال إرساء ثقافة نقابية في البلاد كان رجل دمث الأخلاق رجل بشوش قادر على جمع المتنقذين والمختلفين أنا كنت أتحدث مع واحد من الأصدقاء قلت له الآن يجمعنا المرحوم كما كان يجمعوا في حياته أنت رحموا لي وإن شاء الله معناها على خطاه رفاقه في الاتحاد يواصلوا معناها الدرب في إصلاح بلادنا اليوم وفي لعب دور اجتماعي واقتصادي وكذلك سياسي اليوم من أجل تونس معناها أفضل من اللي كانت سابقا إن شاء الله وقد انطلقت مسيرة بو علي المباركي النظالية والنقبية منذ بداية التسعينات في المكتب الجهوي ببن عروس قبل أن يتدرج في الخطة النقبية إلى غاية وفاته صباح أمس في أحد المستشفيات بباريز بعد سراع طويل مع المرض عن سن تناهز سبعا وخمسين سنة رحمه الله والفقيد على خلفية ما خلص إليه التفاوض بين الوفد الجهوي والوفد الحكومي حول تنفيذ اتفاق الكامور الممضى في جوان سبع عشرة والفين اقترحت تنسيقية اعتصام الكامور والاتحاد الجهوي للشغل بعض التنقيحات للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف وينهي الأزمة في ولاية تطاوين وفي تفاعل رسمي مع ما تم عرضه من إجراءات من قبل رئاسة الحكومة لفائدة ولاية تطاوين قدمت تنسيقية اعتصام الكامور والوفد الممثل للجهة ردا رسميا نعتبر نهائيا بخصوص إيجاد سبل لتنفيذ اتفاقات الكامور ولسيما في نقاته الخلافية المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية وصرف الاعتمادات المخصصة لسندوق التنمية والمقدرة بثمانين مليون دينار سنويا طبعا نأخذ بخصوص صندوق 8 مليار اللي هي موردتش سنويا زدناها تصنيف شركة البسن وغلساس بخصوص الـ 1500 موطن شغل أعطنا فيه اقتراح جديد إن شاء الله يلقى التفاعل هو اقتراح يسمى سهل بالنسبة للحكومة حاولنا أن نشوفه نمشو نحو الانفراج محاولناش أننا نعقدوا الحكاية وحاولنا حق الشهداء زادة أضفناه وأضفنا مجموعة من نقات الأخرى إن شاء الله نحن في انتظار التجاوب منطيقيا معناه ما ثمش عليش تترفض النقطة الخلافية الكبيرة هي تاع الـ 1500 طبعا في شركة البترولية بطبيعة اللي كنا مقتنعين اللي طاقة التشغيل في الصحراء ما تنجمش توفر كل هذا الشكل لهذا نحن نبحثه في سياغة تعوض النقص الموجود قدمنا سياغة من السياغة البارح اللي هي منها إن شاء الله تتقبل وإن شاء الله تكون منها تقربنا برشا من الاتفاق النهائي ومن حل الأزمة هذه بند آخر من اتفاقات الكامور لم يحسن بعد يتعلق بتصنيف شركة البيئة والغرسات والبستنة وصرف أجور إطارتها وأعوانيها الذين دخلوا في اعتصام مفتوح لتلبية هذه المطالب نحن الحلول الوقتية والحلول معناها هل تبتكر فيها الدولة معناها لشراء السلم الاجتماعي نحب نقضهم معها ونحب ندخلوا في العمل الفعلي والإنتاج ونحب نساهموا في الدولة الاقتصادية على مستوى جهو وعلى مستوى وطني ونحب نساهموا 2500 في التطوين إن شاء الله يولوا بعد اتفاق كامورة 3500 عاونوا إطار في شركة البسنة نحبهم يدخلوا في الدولة الانتاجية والدولة الاقتصادية ونحبوا عمل فعلي ما هوش عمل هش ومع تواصل الحوار بين الطرفين يستمر غلق المحطة الرئيسية للذخب الكامورة وتدخل شهرها الرابع وأمل متجدد من قبل الأهالي لإيجاد حل لهذا الإشكال وطلبية مطالب المحتجين في ولاية المونستير انتشرت ظاهرة الانتصاب العشوائي بشكل لافت حيث يضطر المواطن إلى التزود بالخذر والغلال من الشحنات على قارعة الطريق رغم ما تمثله ظاهرة من تجاوزات في ظل انتشار فيروس كورونا بعد غلق الأسواق الأسبوعية مشهد يتكرر في كل الأحياء تقريبا بمدينة المونستير حيث يتوافد الحرفاء بكثافة على هؤلاء الباعة على قارعة الطريق علهم يجدون ظلتهم من خذر وغلال وأسعار تناسب مقدرتهم الشرائية في ظل غلق الأسواق الأسبوعية هنا تنتصب السوق الأسبوعية بالمنستير حيث تقرر فتحها بعد إغلاقا لمدة شهر تقريبا ليتفاجأ المواطنون بهذا المشهد لا بضائع ولا بيعا ولا شراء عاد أوتادي خيام بعض الباعة أقرينا نحن الآن السوق محلول من 1-3 أكتوبر إلى 7 نظام لا يفهمي السوق على حمانة البرة معناتها في مكان الاحتكار ومعناتها السويم غالي السوق معناتها يساعدنا أرخي جاءت مش نقضي من السوق السبت وسمعنا في الإضاءة قالي السوق من السوق موجود جاءت هلقنا في ماشنا الصابة السوق الزوالي نسكن تقضي كما السوق سوق الزوالي فجاءنا بط قرار معناه باش ننص نهرت الزمعة في بن سوائز ينا ما في البيب معناه من غادي ما خلونيش عنا شهرين روبطالة والله ذكارين وظروف السوق الأسبوعي هو متنفس المواطنة نجيب المواطنة إفاظا على القدرة الشرائية نتعو كإدارة جهوية نعطيك مثال أمس الموافقة لـ 30 أكتوبر تم حجز 33.5 من البطاطا كان تاج المحتكرها وسيتم توزيع ذقها في السوق الجملة يوم الاثنين بإذن الله والقرار متع لفتح الأسواق راه قرار صائب ينقص من ضغط الاحتكار والترفيه في الأسعار الانتصاب العشوائي بات ملاذا للمواطنين الواقعين بين مترقة غلالة سعار وسندان الاحتكار أصلا وحلا بالنسبة للباعة هاربا من البطالة في ظل تواصل غلق الأسواق الأسبوعية ثقافية تأخذنا إلى بن جردان وبالتحديد إلى دار الثقافة الناصر بالطيب التي تعرف نجاحات متكررة وتتويجات تترجم أهمية العمل الثقافية خاصة إذا توفرت كل ظروف والإمكانيات للتألق في معتمدية بن جردان بدار الثقافة الناصر بالطيب مبدعون متألقون من الناشطين في مختلف النوادية بهم تتألق هذه الدار من جديد بتتويج نادي المسرحة في المهرجان الجهوي للنشاط المسرحي بدور الثقافة والشباب بمدنينة بعمل مسرحي اقتبست حكايته من عمل فني ملحمي للكاتب عبدالله والنوس العمل هذا جمعنا نص كل على صف واحد وعلى خط واحد قرينا برشا نص اخترنا الكاتب الكبير سعد الله والنوس على كتابه ملحمة الصراب عملنا فيها اعادة كتابة وفقنا ربي في المهرجان الجهوي لدور الثقافة ودور الشباب 2020 2019 2020 وعملنا خدمة باهية خدمة محلية على الخير نورمانمو الناس الكل تلمينا خدمنا الخدمة برايفي اسمه أجور وكل شي عملنا مجهود باهي في العرض تعدى عرض اسمه مزيان اما لغالب فماش ببليك الانرجي تنحت الهدف اننا دائما نكون مجموعين لجروبات الكل معناها نتلمي الناس الكل من برشا بلايس الهدف اننا زاد انك تنمي قدراتك السمعية البصرية انك تعرف كيفاش تعبر ادارة دار الثقافة وفرت من جهاتها كل مستلزمات النشاط واستمرار نوادي المسرح وغيرها في نشاطها وفق التقييد الصارم باجراءات البروتوكول الصحية لتتوج بهذا العمل المسرحية الواحد يفرح بالتتويج خاصة في الظروف الاستثنائية باعتبار وليداتنا عاشوا في الكوفيد كما عاش التولس كل كما عاش العالم كل اضطرنا لتقسيم النشاط لمجموعات هو عمل متكامل لجملة النوادي كل والمنشطين مشكورين جدا منشطين النوادي منذ عشرات السنين دار الثقافة النصر بطيب بن جردان تظل الحظن الدافئة لعديد المبدعين الذين خطوا خطواتهم الأولى في فضاء هذه الدار وتألقوا وأشحوا كثيرا خارجها في اللا ختم هذا تذكير بالعنوين تسجيل أكثر من 60 حالة وفاة وارتفاع في عدد الإصابات في الساعة الـ 24 الأخيرة وفي غنوش بولاية جابس تحسن الوضع الوبائي الأسرة النقابية تشيع ظهر اليوم جثمان الراحل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي لنباركي إلى مثوال أخير بمقبرة الجلاز بالعاصمة وإقرار إجراءة جديدة في جندوبة بعد تخط 70 حالة وفاة وفي قفص تكليف للدوريات الأمنية لمتابعة مدى احترام الإجراءة المتخبة كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر